وفين وحد السلام عليكم عائلة المحاققين لباس عليكم بخير كتمنى تكونوا مزيانين القضية دياليوم كنت دويت عليها في بوستات قلت لكم انني كان وجد قضية من جوش الاجزاء حيث غنهدر على واحد النوع ديال البشر اللي ما غطيقوش انه وعيش معنا في هذا العالم صراحة الخدمة في هذه القضية صعيبة شوية ما كنتش نجرأ نديها ولكن قررت انني دخل فيها الجوش للاسباب السبب اللول انكم تطوامني بزاف والسبب الثاني انها قضية استثنائية وكان خاصنا نزيدها على لائحة السيكوباتية اللي عندي بغيت نقول لكم ان المحاكمة النهائية ديالقضية يالله دا زد السيمان اللي فاتت وراها الديند في مريكان حاليا داكشي علاش خاصنا نعلمكم قبل ما نبدأ ان الشخصية اللي كنين في هذه القضية كتار غنحاول ما امكان ما تدخوش غير هي ركزوا معي الله يردع لكم واحد اللايك لستجيع المحتوى والشراك اللي بغيت يبقى يوصلك الجديد غير كان فكركم بيا شكرا بشيرا غادي نبدأ ولقي صدينا مع واحد الام امريكية اسمتها جانيس كوكس رجلها اسمتها باري كوكس كانوا عايشين حياة طبيعية كلها حب ومواده رزقهم الله بربع عادية اللي وليدات جوج ولاد وجوج ابنات والدهم الكبير اسمتها آدم كان ضريف ومعرف علي كيف يبغي عائلته بثاف خاص صغير اسمتها آلكس بينه وبين آدم غير عام واحد هذا آلكس كان واحد الولد اللي عزيز اللي يتضحك بثاف لدرجة اللي بغي من يكبري ولي كوميدي البنت اللي تولد من موراهم اسمتها لوري كانت بنت مطيعة زوينة عندها شخصية هادئة غادي تعقلوا مزيان على هاد لوري حيث هي الشخصية الرئيسية في القضية في الأخر غادي يخطوم صغيرة اللي اسموها سمر مع لينا الحائلة دي الجانيس كانت عائلة قوية متماسكة كانوا كيبغوا بعضياتهم وكانوا كيدوزوا بزاف ديال وقتها زوينين جانيس كانت كدي ولدها من صغور من واحد الكنيسة وكانت اسمتها قديسي لأيام الأخيرة وكيقولوا لي حتى الكنيسة المرمونية المهم ماماهم كتعطيهم يقرأوا الكتب المقدسة وهذا الشي اللي خلاهم يكبروا متعلقين بالتعاليم والفكر ديال هاد الكنيسة خصوصا لوري اللي كانت مولو عبدك شي ديال الروحانيات وكانت حساسة من جهته بزاف لدرجة من الاب دياله كيبدي يعلمشي أمور ع الكنيسة كتبدأت تبكي وكتمشي عد ماماها تجرس وكتقول لها بابا راعي ملاق روحي المهم لوري كبرت تخرجت من المدرسة الثانوية مباشرة تزوجات ولكن للأسف زوجها مادامش مدة طويلة وضغية طلقات صراحة ملقيت شي معلومات على هاد الفترة او لهاد طلاق كيفاش كان ورجلا كيفاش كان ممكن حتى هاد الفترة من الحياة لوري مكادش مهمة بزاف هيا ديك من بعد غدي تتعرف على الراجل الثاني بلا ما زيدكم سميته باش ما تدخوش بركة عليكم غير اسميات ديال الشخصيات المهمة في القصة من بعد مدة غدي تزوج بعض الراجل الثاني كان تعامل جياله مع لوري خيب زاف مكاش كي يحترمها وكان كل نهار خصو يدر ليش المشكيل وخاكك بقى تصابرة وكتقول ده با هداي الله ويتقادر من بعد غدي تحمل وغتولد ولدها اللول وهي في عمر 22 عام سماته كولبي وخاكك علاقته مع الراجل الثاني عاد بما زاد التكفسات لوري عيات ما تصبر وفي الأخر هزات ولده وخرجات منطار وحتاد القيصة ديالها مع الراجل الثاني غتسالي حتى يبطلق من بعد غدي تعرف على الراجل الثالث نفس سيناريو غيتعود تعرفوا على بعضياتهم من بعد مدة زوجه ومشات لوري هي وولدها كولبي يعيشوا معاه هاد الراجل كان ريف بزاف معهم كي عاملوا متعامل مزيان دار كولبي بحل ولده بتلاتة بيهم كونوا ديك العائلة السعيدة كولبي ولده كان غير طير من الفرحة حتى أخير القديك العائلة اللي كان باغي وذك الأب اللي كان محروم منه المهم غديدو زولي يام ولو ريغة القراسح حاملة بابنية كانت غير طير من الفرحة كولبي حتى هو مكاش مطيق باللغة اللي عنده خطو دكيت سنها غير امتا تزاد لوري اختارت البنت اسمية تايلي من كانت مازالة في كرشا مهمت ولده تايلي وكانت واحد البنت اللي زوينة بزاف وعويناتها ضرقين كولبي كان يبغير لدرجة مكاش كيتفارق عليها واللي تخطوص صغيرة هي كل شي في حياته المهم من بعد ولادة ديال تايلي بمدة قصيرة غدي تشارك ماماها لوري في واحد المسابقة دي الملكة الجمل المتزوجات اللي كانت في تكساس ومن بعد غدي تشارك في واحد البرنامج المسابقة تيدس في تلفازها المهم كان يديك المرأة اللي فغت تجرب بزاف تحويش في حياتها رجلا كان يريف وكان يعمل كولبي بحل ولده ومكانش يفرق بينه وبين تايلي ولكن شوية بشوية بدأت المعاملة دياله تتبدل ولا يتقلق من على أقل حاجة درها كولبي حتى من الصوت المضيغ دياله في الماكلة كان يقلقه وديما كيقول لي انت ولد ما مربيش بدأت شي كيزيد كيزيد حتى يعنفه ويضربه كولبي كان مازال صغير وفين ما بغي يضربه رجل مو كيبدي يشوف الأم دياله ويش تحمي عليه ولكن للأسف حتيك رجلا كان تبدل عليها ويقولك يا عاملة معاملة ماشي هي هديك في واحد المرحلة كولبي غيعترف الماما بواحد الحاجة واللي هي ان رجلا كان يتعدى عليه عود ليها كل شي كيفاش كان يدير لي وامتى وقعت شي الغرب هي ان في هذه اللحظة ما دارت حتى شي ردت فعل ولكن من بعد وصلت الواحد لحد ما بقيتش قادرة تصبر هزيت ولده كولبي وبنتها تايلي وخرجت من الدار كملات طريقة وبدأت حياة اخرى مع بنتها وولدها من بعد ما تفرقت مع الرجل الثالث هاد الشي اللي قلت لكم دابا كان يتعلق بحياتها الشخصية ولكن لوري كان عنده واحد لجوز اخر في شخصيتهم كرساه لما هو ديني تقدروا تسميه حياتها الدينية فهاد الوقت كان داخله في واحد مجموعة ديال المتدينين كانوا يتجمعوا كاملين بيهم ويمشيوا الكنيسة وصلوا لدرجة ولو كيديروا لبودكاست كل واحد يعبر فيه على الرأي دياله كيسجل ذاك الشي وكينشروه في السوشال ميديا المهم في واحد من ذوك لبودكاست كانت لوري كتقول باللي ما كرهاش تقتل الطليق دياله هي تعذبها في حياته وتعداليها على ولده وكانت كتقول حتى العائلة دياله أليك تخوغا بني اسمعها تشي تعصب بزاف ومشهز واحد المسدس كهربائي وقصد دار رجل هات الثالث ولكن البوليس شدوه قبل ما يدير شي حاجة حنا دابا في 2006 من بعد ما تطلقات لوري من الرجلة كانت تنتقل بزاف وكل بلاسة تمشي لها تسجل هي ولاده في الكنيسة اللي كانت مماكل لوري كانت كوافورة واحد من نهار واحدة من الكلينات دياله غاد يتعرف على واحد سيد اسميته تشارلز فالو تعرفت عليه وارتحوا البعضياتهم من بعد مدة قصيرة غاد تزوج بيحت هو وغيكون راجلها الرابع تشارلز كان عنده جوش لولاده وكانت الحالة المادية ديالهم زيانة بزاف كان مهالي في لوري ولادها منينشرف الارتباط القوي ديالهم بالكنيسة حتى وبدك يمشي معاهم ليها وقطع شراب في مرة لأنه كان يشرب تايلي وكول بي رتحوا بزاف لتشارلز وحسبوه بحلبهم وحتى هو عملهم بحال ولاده قاد الحياة غاد يهكاك حتى الـ 2013 لوري وتشارلز غاد يتبنوا واحد الوليد اسميته جي جي عنده عشرة شهر ومريض بالتوحد كيفاش قصتها الجي جي؟ أنا غنعود ليكم تشارلز كانت عنده واحد خطوة كبيرة في العمر اسمتها كاي مزوجة براجلها كان عندهم واحد ولدهم هو الأب ديال جي جي ما يوم ولدها منينشاف باللي تزاد عنده ولد عنده التواحد ما اقترش يعتاني به هاتشي علاش خلاع عند جداته وجده ينبيه ويكبروه اللي غيبقى عدابه هو أن كاي منينشاف تخوها تشارلز زوج وكون أسرة قالت من الأحسن جي جي عيش معهم حيط الولد كان محتاج للرعاية والوالدين باقين صغار وعندهم وليدات اللي غيكون متابة أخوت الجي جي المهم بشات عند شارلز و لوري وقتار حتعلهم يتبنوا الحفيد دياله وذلك الشي اللي كان راحبوا به وقبلوا يتبنوا يعني دابا ولا عندهم ثلاثة ديال الوليدات الجي جي اللي عنده التوحد تايلي والولد الكبير كولبي غير دخلت جي جي العائلة ولت فيها واحد روح زوينة بزاف كولبي كان كي عمله بحل خوص صغير كي حماق عليه أما تايلي كانت مهلية فيه وكانت عيط لي غير ولدي وخا كان عنده غير خمسة عشر عام حتى الجي جي كان كي بغيه بزاف وكي يسمع لها في هذا الوقت العائلة تعلقات كثير بالكنيسة المرمونية ولو ديما كيضروا عليها وحتى من تصاور اللي كانوا معلقين في الدار بدلوهم وعلقوا تصاور ديال المعابد و الكنائس هاتش ما كانش عادي صراحة في ديسمبر عام 2014 العائلة غا تسافر الهاواي وغا يبقوا فيها شي تلت اثنين دوزة ماء اجمل ايام حياتهم في هواي غادي تعرف لوري على واحد سيدة كانت كتلقها بزاف الكنيسة ومن بعد ولا وصحابات هات صاحبتها كان كتشوف لوري باللي عندها ظهر العائلة ديالها مجموعة ورجلها تشارلس كي يبغيها ومنساج مين مع بعض اياتهم حتى بدت كتفاجأها لوري وبدت كتقول لها باللي ما مرتاحاش مهاه ما كتحسش باللي هو الرفيق الروحي ديالها وانهم اشي في نفس المستاوى واللاتك تحس باللي زواجها بي بحلكة حدها وممخليهاش توصل لشي حويش كبار هانا لوري دو كيبانو ان المعتقدات والافكار دياله وصلوا الواحد بدرجة ديال التطرف اللي كبيرة وانقدروا نقوله السيدة بدكي هربلعا الدرجة واللاتك تقول باللي كتلقى مع واحد الملائك اسمته مورني واللاتك تقدر تبقى مدة طويلة بلنعات حيط كي يجيوا الملائكة يتواصلوا معها بالليل صاحبتها باللي هاد الشغري ولكن ما اعطتوش قيمة بزاف قالت ممكن سيدة الإيمان ديالها كاك وخزدت فيه شوية وكيبقى شغول هادك المهم بقت العائلة على هاد الحال من بعد تلت سنين اللي دوزوا فاوال غادي رجعوا لدارهم كولبي غادي رجع اخيرا عند الصديقة دياله كالسي اللي كانت تعرف عليها اول مرة في الصلاة الرياضية ديال المدرسة المهم ان ان رجعت العائلة غاديمشي كولبي بصديقة دياله كالسي الواحد الكنيسة من اللي ساقت ماما هالخبار تعصبت بزاف وحسا تبلي كالسي كتبعد لها وولدة على الكنيسة تقديسي الأيام الأخيرة اللي كانوا داخلي لها ومن ثم بدت تكره كالسي وبدت تدخل في الخصوصيات ديالها مع وولدة وكتحاول جبت صداع بيناتهم ولكن وخاك داك كالسي وكولبي غاديكملوا في العلاقة ديالهم وغادي تخطبوا من بعد داروا العرس وتجمعوا العائلة بجوج المهم من مرى العرس لوري غادي تبدله بزاف قلت حزينة وكتدر غير على الموت وعلى آخر الزمان كتفكر بزاف في يوم القيامة والصراحة مزيان تخمم لدك النار ولكن مش بالطريقة اللي كانت كتفكر بها لوري تخيلوا معي بدت كتشري كمية كبيرة ديالا الروز اللوبيال حليب المجفف باش تستعد لدك النار وكانت كتبان خيفة بزاف لدرجة كتقول باللي كتفضل ترمي راسة هي ولادة من حافة ديالشي جبل بالطموبيل على أنها تبقى وتواجه يوم الانهيار دابا الرجع لواحد الشخصية مهمة في القيصة في الأول ممكن دس عليها مرور الكرام ما ركزش عليها بزاف ولكن جال وقت باش نهضروا عليها أليكس خوه لوري اللي كان بغي يضرب طالق هالثالث بالمسدس الكهربائي من اللي عرفه تعدي على ولد اخته عقلتوا علي أليكس هو أكتر واحد تأطر بهات شي ديال الروحانيات وديال الكنيسة كتر من اخته لدرجة إلي بدك إيضار كيبان حمقه دم الناس بذيك الأفكار اللي عنده فهد الوقت ولا تعلاقتوا مع أخته لوري قوية بزاف بدك يشارك معاه في دوكلي بودكاست اللي كيدداروا في الكنيسة ولا كيمشى عنده الضرب بزاف لوري كانت تفرح من اللي كتشوفه وكتكون معاه المهم من دوكلي بودكاست غادي تعرفوا على جوج عيالات كانوا كيشاركوا حتى هما واسميتهم ميلاني وظالمة هاد طبقة كاملين بيهم غادي يكونوا جروب كيشاركوا فيه الأفكار والمعتقدة الدينية ديالهم دا باقاجين تعرفوا على واحد الشخصية خراف القضية واردوا معي البال حيث هات الشخصية مهمة بزاف وغادي نحتاجوا وفاة شي لباقي من القصة هات الشخصية هي راجل اسمته تشاد ديبال تشاد كان حتى هو بحلوري مو لوعب الكنيسة بدكش ديالروحانيات لدرجة تكتب كتوبة وروايات غير على هاتش الكنيسة كانت كتنظم مؤتمرات هو كلم المتحدثين رئيسين فيها كان عنده بزاف ديالاتباع وفي نفس الوقت كانوا ناس يبال لهم تشاد غير مسطة وقدرتوا كاملة خربة المهم الوري كانت من أتباع تشاد لدرجة قراءة تكتبه وروايات وفي واحد من المؤتمرات اللي كان فيها بشات عنده وتعرفت عليه وتم مبدأ رابط قوي بيناتهم غير سلمت عليه وتعارفه قال لي باللي كيحس بحالك يعرف شحاله دي ونفي نقال ليه انه هو وياها تزوجه في الحياة شحامل مرة هير باش نشرح ليكم هاد الناس كانوا تي آمنوا ان الانسان تقدر يعيش حل من حياة وان هاد الحياة اللي عايشينها دابا ممكن ما تكونش هي اللولة هادك الشعلى شوى قال لي اارا كتزوجت بيك في الحياة الاخرى دابا اجر راجعوا شوية اللور لفترة شباب ديال تشاد باش نعرفوا اشنه اللي خلاه يقولي هكاك تشاد كان خدام في واحد البعتة تبشيرية خاصة بكنيسة قديسي الايام الاخيرة كان الهدف من هاد البعتات هو يدخلوا الناس لدي المسيحي ويقنعوهم بالمعتقدات الدينية ديالهم تشاد كان اكتر واحد في الزملاء دياله كيقنع الناس يعتنقوا المدى بالمسيحي ديال الكنيسة حيث الطريقة باش كان كيهضر كتخلي الناس دقيقة يعتنعوا ذاك شي اللي كيقول المهم تشاد غد يرجع من البعتة واللي كانت في نيوجيرسي وغد يمشي في عطلة الواحد النهرجة في منطقة ترفيهية كي مرتفع الرياضات والأنشطة تم غادي بدي مرتف واحد الرياضة الغطس من الجبل يعني فين غايتعرض لأول تجربة اقتراب من الموت على حساب ما كيقول انه تخبط بشي حجرة وغابع الواعي منين فاقوا قدروا يعتقوه تبدلات حياته ومن ديك اللحظة كيقول باللي ولا قادر يشوف رؤى من المستقبل وباللي ولا نبي ولا يعودوا بالله ومن مراهد الشي اللي وقع لي بمدة قصيرة غادي تعرف على واحد السيدة اسميتها التامي غادي بغوا بعضياتهم وغادي تزوجه وغادي ولده خمسات الولاد ومن ثم بدأت رحلة تشاد في تأليف الكتب الروايات دابا غرجوا عند اللور اللي تبدلت من بعد ما تعرفت على تشاد وزادت الغرابة الافعال اللي كتدير لدرجة والتكتقول لعائلتة باللي رجلها تشارز راميز من شحال هذا وواحد الشيطان اسمته نيك سنايدر هو اللي ولا مستولع الجسد دير من هائلتة ما تسوقوش لها التخارب اللي كتقول غادي تصوني على ولده كولبي وغادي تقول لي بلد تشارز راه كيخونا هدي سنين وكيخسر فلوسه على اللبنات كولبي تصل بالتشارز وسوله واش بالصحة للهدرة اللي كتقول ماما تشارز تعصب وقال لي همك راه تسطات والهدرة اللي كتقول راه ما كيناش ولكن كولبي ما تقش به اقطع معه الهدرة هنا تشارز بدك يصيفت مساجات للعائلة كاملة كيقول لي وما تساقوهاش راه ما بقعتش نورمال مكم تسطات لدرجة ولدك تسحب لها راسة هي الاله هو اللي يعودوا بله تاريخ 30 يناير عام 2019 تشارز مشاله يوستن عنده خدمة ممك ولوري كيف عادتها خاصة تدير شي مشكيل ناضت ولغاك الريزيرفاسون دياله في الرحلة الغيرجع فيها تشارز وطلبت من اخوها أليك يمشي لبارك ديال المطار وياخد طموبيل تشارز حيث كانت عارفة مخلي فيها السور ديال الدار من بعد غيمشي يسرق لي قاع الحويج والأغراض دياله اللي في داره المهم السيد قطع تذكير أخرى ورجع للدار من اللي غيوصل تخلي تايصيب داره خاوية ما عرف راسه بشتبله والمصيبة ان لوري كانت الزيت الولاد وداته معها انا عرف باللي هي اللي غتكون الزيت طموبيل وحويجه والبيسي دياله وكل شيء صونا على جان اسمه وقال لي قولي البنت اكترض لي احويجي ويجيب الولاد من بعد صنع البوليس جاءوا عنده حتى الدار قال لي همراه مراتي تسطات وزت ولادي بجوجه وخرجت والد واحد عنده 6 سنين وبنت عنده 16 عام راني خايف لتدير فيهم شي حاجة قال لي هم مراتي تقول شيء عادرة غريبة بحال المسيح سيخرج العام الجاي والنهاية ذي اللي عام راح قربت وقال باللي كتهده بالقتل وقال لي انترك مية حالدة والجسد ديالك ستولى عليه شيطان سبتونيك سنايدر سولوه البوليس مني جابت ديكسمية قال لي هم عندي حتى فكرة تشارلز غدي طلب منهم ياخدوا مراتوا عند شيء طبيب نفساني التعالج في الاخير البوليس غيقولوا لي حاليا بعد لما نديروا السيدة ولادة هادوك من حق قديهم معها كل شيء قانوني ولكن اينا بانت ليك تصل بنا باش نخلي ودوز الكشف النفسي عن الطباب باش يتأكدوا وش سيدة حمقوا لا لغد لي جي جي كانت عندهم مدرسة وشارلز كان عارف باللي لوري غدي توصلوا مشاق بالمن هالمدرسة غير وصلت خطف لها الساك دياله وعلم البوليس وقال ليهم راخدت لها الساك حيث فيه سوار ديال طموبيل باش ما تقدرش تحرك من تماكس مشي وتشدوها ولكن هي كان عدة سروت الضوغل دي مارات بيه ومشيت فين غا تمشي اكيد عند البوليس وغا تكون معا حتى بنتها تايلي سولوها البوليس على هادشي اللي واقع قلت ليهم رجلي كان في رحلة عمل وكتشفت باللي كيخوني هادرت معا وقد دابزنا في تيليفون وقلت لي ما ترجعش للدار ولا غا دين اخد دقاء لأغراض ديالك قلت ليهم هو تعصب عليها تشيعيش الزيت ولادي ومشي نابتنا في واحد الوطيل حيث كنت عارفة غيرجع للدار وفي الصباح من اللي اديت والدي للمدرسة غففني وسرق لي الساك لوري كتكت تكلم بوحد طريقة كتبنتها يقف راسا كتبتا عارفة راسا كتقول وفي نفس الوقت ما معصباش كبضحاك البوليس او لو كيشوفوا ان راجل او اللي يحمق ماشي هيا لدرجة ما سوولوهاش حتى علطوا موبيل والحواج اللي اخذت للسيد المهم من بعد غيقولوا ليه لو ما عندكش مشكل تمشي لواحد مصحة عقلية يدروا لك واحد الفحص على قبل الهضراء اللي كيقول راجلك احنا شخصيا كتبليلينا طبيعيه ما كتشكلش خطر لا على راسك ولا على شي واحد اخر ولكن هدا كيبقى اجراءه صافي هيا ديك لغاد ليه مشات المصحة برجليها ودار التقييم النفسي وطلع باللي ما عنده حتى مشكل في الاخير من بعد ذات الشي اللي وقع لوري و تشارلز غادي بدو اجراءات طلاق لوري غا تفقى عيشة في داره و تشارلز مشى الهيوستن وكان كل سيمانا كيجي يزور جي جي وطايلي كان دي مكال قطايلي حزينة بزيف حيث العائلة التفرقات و هو مبقاش معهم في الدار ده بغنجي الواحد تاريخ مهم اللي كان نهار 11 يوليو 2019 ألكتخو لوري صونا على ال 911 قالوا نعم ما سيديش نبغيتي البوليس ولا الاسعاف قالوا بغيتهم بجوش سولوا شنا هي الحالة الطريقة قالوا بضربت مع راجل اختي و تيريت فيه دفاعا عن النفس سولوا واش هو فيق و كيتجاوب ولا فقد الوعي قالوا باللي فقد الوعي و ما كيتحرقش من بعد سولاته البوليسية اسميتك و اسميت راجل اختك قالوا لها انا اسمتي اليكس كوك و راجل اختي اسمته تشارلز فالو قالوا لي واخه واش تقدر تديري انعاش القلب الرئوي؟ قالوا اه نقدر و لكن ره ما كنعرفش قالوا لي ماشي مشكلة انا غضي نمجك و انت حاول غضي تحطي يديك وسط صدر دياله غضي تشبك سباعك و غضي تضغط بقوه بسرعة خلاتلي شوي دلوقته من بعد سولاته و اجدار شي استيجابة او لا؟ قالها اوالو مازال ما كيتحرقش قاها سولاته واش كان غير نتوية في الدار قالوا اه غير بجوجنا قلت لي و فين ماشي تختك؟ قالوا ما عرفتش باقي لمشي توصل ولده المدرازة في الاخر غتقول لي صافي تسنف بلاستك البوليس والاسعاف رهم في الطريق وصلوا البوليس و قالوا لي يخرج و انتهى زديك خرجوا يسولوا واش هازمعه شي سلاح قال يوم الله قال لي البوليسي صافي اجي منها تجيها وقلس في التروتوار دخلوا وقلوا تشارز مجبت في الارد ومضروب بجوج قرطاسات في صدره هاد الفيديو اللي غتشوفو دابا مصور بالكاميرا ديال البوليسي سلاح لقوا محطوط على الارض في واحد البيت المهم غيخرجوا عند الالكس اللي كان بقي قلس في التروتوار طلبوا منه البطاقة التعريف دياله وبدوا كي يسولوا فيه اوال حاجة سولوه شنو قع بالضبط وشنو سبب مدابسة ديالكم قال لي تشارز جاء باش يدي ولده وتشاد مع أختي قال ليهم بنتها هزت مدرب ديال بايسبول وحاولت دافع لاماماها ولكن هو حيدوليها من بعد جيت أنا وحاولت نفارقهم قلت ليهم لعنو الشيطان أختي مشات هي وبنتها وأنا وياها بقينا كان معصب بزاف وضربني بالمدرب البيسبول اللي كان شاد فيه دياله فمشيت البيت وهزيت السلاح وقلت لي يلوح المدرب ولكن هو ما بغاش وجقا صدني باش يضربني عاو تاني وتما تيريت فيه سوولوا على أخته اللوري فين كانت في ذلك اللحظة قال ليهم بالنمشات هي ولادة تواصل جاي جاي للمدرسة هذه هي الفرسيون ديال أليكس عاقلوا عليها لما في ذلك الوقت رجعت لوري وبنتها تايلي للدار لقات البوليسي ما زال كيدو مع أخوها أليكس قال لي بعدي شوية حتى نسلي مع أخوك ونجل عندك من بعد مسالة مع أليكس رجع عند لوري وسبوا له وش رجلك يسكون هنا قلت لي هلا هو ورحل هيوستن حيث أنا وياها مطلقين سوولة من فوقها تعيشو هنا قلت لي غير شي ثلاثة ديال الأسابيع عاد شي علاش مك يعرفونه شي جيران قد كتضحك بحالة ماشي جريمة اللي الله وقعت في دارة مهم من بعد مشا عن تايلي سوولة ش حلف عمرك قلت لي 16 عام سوولة وش عندك البيرمي قلت لي اه يلا شديته دك يضحك معها كي يحاول ما يخلعه ولكن البوليسي استغرب من لوري حيث كتمرتح وكتضحك والغريب انها مسوولتوش قاع على تشارز وش بيخير وش عايش ولا ميت الفرسيون ديال جانيس مامات لوري قلت واحد مقابلة صحفية باللي بنته قلت ليها كان ديره مع تشارز يوصل الجيجي لمدراسة دك النهار ما يمخرج بو جيجي حطه في الطنوبيل وتفكر باللي انسى تليفونه في الدار لوري كان تلقى تليفونه عندك تقلب فيه ولقى شي حويج عصبوها يا اختي انتي متلقة منه تكل تليفونه المهم تشارز رجع هز تليفونه وتم بده استطاع بيناتهم حيث لوري ما بغتش اعطي تليفون وبدت هزاه وكتجري به تم فق اليكس وقال اللوقاع المهم بوليس ادو اليكس و لوري و تايلي المركز الشرطة يكملوا معهم التحقيق في التحقيق تايلي كانت مخلوعة بزاف قلت المحقيقة انا راه مدرت والو بدك المدرب شفت تشارز يقرب من ماما وحاولت ندير المدرب بيناتهم باش يتفارقوا قلت لها كانوا بجوش يغوتوا بزاف وهو كان يقول لي اذا ضربتيني بدك المدربة سوف يدخل للحاب سولات المحققة وشفت ذاك شي اللي وقاع بين خالق و تشارز قلت لي هلا كنت خرجت من الدار ديك الساحة قلت لي هما عاوتيش دخلتي قلت لي اه عاوتيش دخلتي قلت لي اه عاوتي دخلت نجيب الساك دي الماما حيث كان في البسطام وكل شيء ولكن من اللي دخلت جاهلت ذاك شي كامل اللي كان قدامي جريت الخيزانة هزيت الساك وخرجت بالزربة ما شفت والو وما سمعت والو اندوزوا دابة اللوري اللي قلت المحققة بل هي وولادها كانوا بره من يسمعوا صوت القرطاس قلت لي غير سمعت الصوت دخلت ولقيت شارز طيح في الارد خفت بزاف ومشيت جاجي للمدراسة باش منقشت امه المهم طلقوهم وقالوا ليهم حتى يرجعوا للنائب العام باش انهيوا القضية ولكن ما عودوش عيطوا ليهم حيث كانوا مقتانعين باللي الحادث كان مجرد دفاع عن النفس دابة غايدخل في الخط وحد الصحفي كان متبع القضية وما كاش مقتانع باللي هاتش غير حادث ومجرد دفاع عن النفس كان شاك باللي غا تكون جريمة قتل مخطيل لها بدك يبحث وقدر يكتشف امور اللي خطيرين وممكن تغير مجرى القضية اكتشف باللي الالكس تصل بالطوارئ من بعد 45 دقيقة من الحادثة وكتشف باللي ما دارش قاع الانعاش للشارز ومقدمش للرعاية الطبية وتشريح بين بل القرطاصة الثانية تضربها هو طح في لرن تسولوني وكيف البوليس مشكوش في شي حاجة خصوصا من بعد تشريح اقول لكم ما عرفتش علاش قتانعوا ان هاتش كان اكسيدان دفاع عن النفس ممكن حتب ثلاثة بهم تايلي والكس واللوري ما تناقضوش في العادرة وقالوا نفس الفرسيون كولبي واللوري كيقول تصلت بي يا ماما ذك الصباح وقالت لي راه تشارز جابه وقالت لي راه نوبة قلبية ومات تخلعت بزاف وما قدرش نطيق بلي الراجل اللي كبرت معه وكلمة تابت بابا صافي مات مشيت كنجري عندهم للدار باش نعرف شنوقع رقيت اختي تايلي عند الباب كتبكي غير شافتني نقذات اللي عندي وعنقاتني سولت شنوقع قلت لي راه عليكس تخاصم مع تشارز وتيرا فيه قلت هديك الصدمة التانية بالنسبة لي علاش ماما كذبت وقالت لي راه نوبة قلبية دخلت وقيت أليكس قلس على الفوتاي وحازم راسه عمر من نسى ذك الشعور الخيب اللي كان في دار من مرة فترة قصيرة على موت شارز صيفتات لوري رسالة نصية لولاده كتبت ليهم السلام عندي لكم خبار خيبة لأبديركم مات البارح أنا كنقعد الأمور غدي نعلمكم إلا كان شي جديد كان بغيكم وحتى باباكم كان كي بغيكم سولوها شنو وقع لي وشنو السبب باش مات ولكن لوري ما جاوبتهم أعود وصيفتو لها ميساج كي قولوا لها راه ما كيش تقولي لي نباكم مات وتغبري بحلاكة راه ما غاديش تكوني مشغولة لدرجة تبلغينا بموت وتغبري أعود وصيفتو لها ميساج فيه لوري راداز الثلاثة نصية ما كيش تكوني مشغولة لها الدرجة وما كي هم مناش نقديري عاد أخيرا جاوباتهم بميساج واحد قلت ليم كان وجد جاجة باش ناس أنا حاسة بيكم ولكن دابراني كانت سنرى الطبيب الشرعي كي نفهمها كيف ننقع ما قلت ليهم بأخوها أليكس هو اللي قتل بباهم وعاود بشات المدرسة جاجة وقلت ليهم بأخوها انتحر شوفوا كيف حال من الفرسيون خارجة غير من عندها دابا غنجي والأيام قليلة ناضط وقدمت طلب لشركة التأمين على حياة شارلز السيدة الزربانة مقدرهش تصبر ولكن تفاجأت باللي ما بقتش هي المستفيدة من التأمين واللي القيمة دياله مليون دولار وما قلوش لي هشكون غير كتشفعت هذا الشيء كانت بغت ترتق سيفتات ميساج لتشاد عقلتوا على يدك خيانة اللي دير فينا بي أعذب الله المهم قلت لي رأى امشيت لشركة التأمين والقيت شارلز بدل سمية المستفيد في شهر مارس ولكن وخاها هكذاك رأى غادي نبدأ نشد 4.000 دولار شهرية من الضمان الاجتماعي نرجع دابا عند كولبي ونطلوري اللي كيقول باللي من بعد نموت شارلز ماما ولتك تصرف طريقة جنونية اللي تقول لي يا رانيا والدي في خاطر وخاصة نحدي راسي مزيان رأى شي وحدين بغين ينتقبوا مني اللي تعطي الإحساس أنها عندها أعداء وخاصة تلقى شي حل من بعد قلت لي بللي غادي تنتقل شي منطقة بيردة وباللي غادي تبقى تجزوره فين ما تلقى الفرصة من بعد قلت لي بللي لقات خدمة وباللي كتقى تلقى تلقتها للوراق باش تلتحك بالمدراسة كانوا كيبانو بللي بغين يبدو حالي جديدة في بلاسة أخرى وباللي عندهم شي سبب قوي علش بغوي تحوله ولكن ما عارفوش اشنا هو نمشيه وعند جانس اللي كانت حزينة بزاف حيث بنتها اللوري واليداتها بغوي يرحله مشات عندهم الدار ولقاتهم كيجمعوا حبيجوم وأكتر حاجة كانت صعيبة عليها هي توضع تايلي حيث كانت تعزيزة عليها لواحد درجة كبيرة مشات عندها وقالت لها وش غا تكوني بخيرها بنتي تايلي بدت تكتوكي غير بوحدة سهولة تجدها قلت لي عودي لي يا مالك قلت لي انا بخير مديش عليها غير حتيجيت نبكي شوية وصافي كولبي كان حاس باللي خطوب بيها شي حاجة وما باغاش هالتحوال بالمرة سولة ولكن ما بغاش تقدر وما قالش لي حتى البلاصة فين غا يمشيه نهار 30 شهر 8 2019 غا تنتاقل لوري ولدها بجوج تايلي والججي لش بلاصة حتى واحد ما عارفها كولبي كيقول كنت خايفة عليهم ولكن ما ركزش معهم بزاف حيث مراتي كالسي كانت حاملة وكانوا عندها مشاكل صحية لدرجة ما بقاتش كانت قدرت تاكل وكانت معرضة الخطر كبير في الأخير الحمد لله قدرت جاوزات شي كامل وولدت بنية سمينها رايلي كان هاداك أجمل يوم في حياتي أنا وكالسي ووليت كان نخدم النهار كله وغير كان رجع كان بشين قابل بنتي كان تركيزيلي كامل غير على مراتي وبنتي باش نضمن لهم العيش الكريم ونتحمل مسؤوليتي معاهم في هذا الوقت شغلت على أختي تايلي ما بقيت شادرت معها في إليفون ولا اسمعت صوتها حتى الـ 24 شهر 11 صيفت لها مساج في عيد ميلاد سعيد كانت منها تكوني بيخير أختي كان بغيكم جوبتني بشكرا كولبي كان بغيك المساج كان مختصر بأحرف صغيرة قال حسيت بوحد الشعور في شكل حسيت باللي ماشي تايلي اللي صيفت لديك المساج هي غالبا ما تختصرش لهادرة في المساجات عودت صيفت لها واش انتي مقلقة مني يا أختي واش درت لك شي حاجة أنا ره ما بغيش نصدق غير توحشتك وبغيت نظر معك ما بقاش جوباتني من بعد صونيت على ماما وواجهتها بات شي حاولت تقنعني باللي تايلي في المدراسة واللي عندها أصدقاء جدا وحياة جديدة وكتحاول تديد القدام وتأقلم وقالت لي يا ره غير تلقى الفرصة غادي تصوني عليك عرفت باللي ماما كتحاول تخبيع لي شي حاجة رجعت واجهت تايلي وصيفت لها ميساجات كتلي أشوفي عراني حاس باللي ماشي انتي اللي كتدو معايا وهدي ماشي طريقتك في الكتبة علاش ما تصونيش اليوم نهضروا اللايف او لعلى الاقل جاوبيني على المكالمات ديالي من تمك ما بقاش جاوبات خوها ولا دوات معاه كندن بارك عليكم إلا زلت على هاتشي غدت خربكو قصة باقة طويلة وانا يالله وصلت النص فيها غدا ان شاء الله غيكون جزء تاني والأخير فيها غنجوب عليك جاعة الأسئلة في بالكم وفيها غتوضح لكم الصورة شوفكم غدا ان شاء الله كونوا على القرس لعماليكم